ازايكم عاملين اي رابط كنوب خير معاكم اسرق من قراط اسرق وعالم الالوان اي طبعا النهاردة هنرسم رسمة العين دي ازاي ما قلت لكم في البس ان هي هعمل فيديو عن ازاي نرسم العين اي طبعا قبل من نبدأ الفيديو متنسوش اللايك وشير وسبسكرايب وكمنت اي بس كده ويلا بيها نشوفها نرسمها ازاي بس قبل حاجة يعني قبل اي حاجة متنسوش اللايك في البداية هنا انا بدأت نرسم اوتلاين للعين طبعا احنا عارفين انه ما ينفعش لما نيجي نرسم رسمة او اي حاجة في الدنيا لازم نعملها الاول اوتلاين خصوصا اللي هو يعني الانف او العين او الفم لازم نعمل اول اوتلاين بعد كده تظليل تمام انا ابتديت هنا نعمل اوتلاين للرسمة تمام ابتديت هنا اقزلي طبعا في الاول انا هستخدم ألم تو اتش بي اه او اتش بي الاي نا استخدمت اتش بي مركة، يعني او القلم ده 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 حوالياتين جنيه مش غالي اااااااااااا لو معندناش شخصوا كل ال... اللون بيكون في المكتبات كده في فرداني ده بتكون بام با اتش بي وبيكون دراجة اتش بي تماملاي وبliecacie وبيكون مكتوب عليها من ورجك ده من عندي الاستيكة بيكون مكتوب اتش بي تمام عشان بس الناس بتقول تسألني احنا هنعرف الدرجة ازاي احنا بنعرفها كده بيكون مكتوبة على الالم من وراء كده الدرجة بتاعته اي امكان بقى او 2H بس احنا في الاوتلاين بنستخدم 2H او HB اللي متوفر تمام انا هنا كنت بعمل الاوتلاين بتاع العين الاول عملت الجفن اللي فوق بعد كده الدايرة اللي في النص بعد كده بتديدت نعمل اللي هو الجفن اللي تحت تمام طبعا ايدي خفيفة جدا وبكون بالراحة قوي مش بتسرع بكون هادية يعني مش خايفة ولا اي حاجة وبارسم بالراحة قوي تمام مش اللي هو مستعجلة عايزة خلص لا بكون بارسم بالراحة تمام هنا بقى بتديدت نعمل اللي هو الدايرة الصغيرة اللي جوه الدايرة علشان خطر اللي هو ده النن بتاع العين زي ما بتسموه بقى بعد كده عملت مربع تاني جنب الدايرة الصغيرة اللي انا عملتها عشان ديها تكون لاسعة الاضاءة اللي بتكون في العين طبعا كلها عارفين لو بنيجي نصور اي شخص او اي حاجة بيكون في حاجة بيضاء كده على شكل مربع او او دايرة تمام بيكون بيضاء ديها تليها لاسعة الاضاءة اللي بيكون متسلط عليها بتاع الكاميرا تمام هو دا بعد كده عملت التانية بتاعت فوق العين اللي بيكون ظاهرة لما العين بيكون مفتوحة لما العين بيكون مفتوحة بيكون في تانية كده على الجيش ان بيكون دي ظاهرة انما لما بنيجي نقف العين التانية دي مش بيكون موجودة تمام بس كده تابعوا بقى الفيديو بعد كده بقى انا جيت وعمالها يعني بحدت بالراحة على الجيفن اللي تحت تمام بعد كده هنا بقى قلت هرسم حاجب تمام فالحاجب هو انا كان معايا في الصورة الاصلية انه الحاجب مش عشان بس محدش يقولي هو الحاجب بعمل كده ليه لا اهو موجود كده في الصورة الاصلية تمام عشان بس محدش يفتكي انه الحاجب ده من دماغي لا اهو في الصورة الاصلية الحاجب كده تمام اول اعمله حدده من تحت تمام وبعد كده حددته من فوق تمام بنفس القلم انا اخدق كله ما غيرتش القلم يا جماعة تمام هو نفس القلم بحكي انا جبت الاستيكة الزيرو عشان امسح الزيادات بتاعة الحاجب الاستيكة ديت لو مش موجودة عادي ممكن نستخدم استيكة القلم والرصاص مفيش اي مشكلة بس يعني عشان دي انا برتاح فيها اكتر بصراحة تمام اي الاستيكة ديت بالنسبة للحبيبي يجيبها اي بتكون كده زي القلم تمام اي زي القلم السنون بس بدل السن بنحط عود كده عود استيكة تمام وبندخلوا 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 عادي جيت انا استخدمت الاستيكة بتاعة القلم عشان محدش يسعد تمام تمام اه بتكون بقى احنا بالعود بتاع الاستيكة ده بندخلوا فيها وبنشتغل بها عادي تمام كده نعم بنشتغل بقلم سنون بالزبط ولما بيخلص بنجيب الغيار بعيكاها جيت هنا بقى ده قلم اه اه اسود تمام استيدلر مركة استيدلر يعني اسمه ات بي استيدلر بلاك تمام هو مركة استيدلر هو اه مش عارف اقول لكم ايه لدرجة اه ات بيه تمام مركة استيدلر لو حد عايز يروح يجيبه مثلا من مكتبة هو موجود في مكتبة الرسم اه اللي فيها ادوات رسم يعني تمام ممكن اه انا عن نفسي بجيب اللي هو ادوات الرسم من اه مكتبة اه رسومة يعني يكون فيها ادوات للرسم تمام اه وبالنسبة ممكن اه مسلا لو في مصر بيكون اه مكتبة اه في نون اللي في الفجالة لحد يعرف اه او مثلا مكتبة الوان او ساميرو علي تمام بس اه انا بقى جيت هنا عملت الاول اللي هو الدايرة الصغيرة ديت اللي جواه اللي هو النيني ده عملته بالقلم الاسود تمام وبعد كده جبت الودانة واه يعني اللي هو زللت شوية خفيف في الدايرة دي وبعد كده جبت اعود القطن علشان خاطر قدمج بيها شوية عشان تديني واقعية يعني تمام وبعد كده باشل الزيادات اللي طلعت مني بالاستيكا الزيرو طبعا الاستيكا الزيرو ديت فيه منها استيكا اسمها نونو زيرو او مونو زيرو حاجة زي كده تمام اه طبعا هي غالية بمية وخمسين جنيف اه يعني والله بس احنا بصراحة مفيدة في الحاجات اللي زي كده او بنيجي نرسل معين بصراحة بنحتاجها عشان تبقى بتصدم في حاجات دقيقة جدا 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 تمام اه او مثلا في لسعة الايضاءة ديت بزت مننا وعايزين نمسح بكنا بنستخدم الاستيكا المونو زيرو بس او الحقيقة انا ما جبتهاش او انا جبت الزيرو بس صدى اللي في اللي في العين اسفا جدا ام تمام انتم شايفين هنا فاعمل ايه تمام وجيت باردو بنفس الالم اللي هو هاتو بي اه بازلل من فوق شوية يعني بيغمق فوق اكتر من تحت لان فوق الرموش هتكون جاية عاملة شوية زل تمام عشان بس ما حانش حول انت بيتغمق ايجاة من كده ليه اقول له علشان خاطر الرموش لما نيجي نعملها يكون جاية زل على العين فيكون الحتة اللي تحت الرموش ديت يعني غمقة اكتر تمام والجفن اللي فوق بقى ابتديت اني ادوس عليه شوية تمام بقلم 2B علشان خاطر مش هسيبه طبعا بالHB او 2H علشان خاطر درجة خفيفة هتبهت معايا بسرعة تمام جيت هنا بقى بتكنيك التكنيك الدواير انا بدأت ان ادرج شوية علشان خاطر يعني تدينا وقعية برضو تمام واخد من الجفن كده واسيح شوية بالودانا وادمج واعمل تكنيك الدواير تاني لحد ما تدينا وقعية تمام هنا بقى في الجفن الثانية اللي انا بقولكو عليها تكون في العين ديت لازم تكون طالع على رفاية مش على تخين وتكون واخدى نفس شكل الجفن بتاع العين لو غيرت شكلها يعني لو التانية ديت بقت شكلها مختلف عن الجفن تمام الملامح هتتغير معانا نهائي تمام الملامح مش هتكون هي تمام حين بقى انا حاولت ان اطلع تانية كمان من تحت علشان خاطر هو في الجفن اللي تحت ده بيكون في خطين خط جوة تمام في البياض وخط التاني بيكون طالع علشان خاطر يعني بيكون طالع منه الرموش الخط الثاني مش الخط اللي جوه تمام الخط اللي بره بيكون طالع منه الرموش محن ديش يعمل الرموش من جوه تمام عشانك يعني مش هيدينها وقعية خالص تمام وببقى ان بقى ان انتو وصلتوا حد هنا اعملوا لايك واعملوا كومنت دحته اوصلوا على سيدنا محمد علي السلامة والسلامة جيت هنا بقى بقلم اه اتش بي وعملت اللوة يعني فيه تكنيك يا جماعة اسم من تكنيك الدوائر تكنيك الدوائر دوت يعني تكنيك حلو جدا وبيدينا وقعية في اي حاجة يعني ما انتش عايفت تزله لازاي اعمل تكنيك الدوائر بس يكون تكنيك الدوائر دوت بدوائر صغيرة جدا محدش يجي روح اعملي دوائر كبيرة لأ مش كده احنا بنعمل دوائر صغيرة خالص وبتكون يعني بالراحة مش مستعجلين تمام وانا بدأت بقى نعمل في الجفن اللي تحت عشان خاطر يديني وقعية وجبت الودانة كمان وسيحت شوية تمام بس طبعا لو انا بدمج بدمج بالراحة عشان خاطر يديني ما تبقاش معانا تمام وجيت ودست على الجفن اللي تحت تاني عشان خاطر برضو يزهر طبعا انتوا اكد ملاحظين يعني ان العين شكلها بدأ خلاص ياخد الوقعية بتاعته تمام جيت هنا برضو في الحاجب واستخدم نفس الالم اللي هو ستيتلر بلاك تمام الام تو ايت بي استدلر بلاك لحد رح يسأل عليها اقول له هايز الام تو ايت بي استدلر بلاك ايت بي استدلر بلاك حددته بقى من تحت الاول تمام الله وكبر الله وعزم الاول حددت الحاجب من تحت تمام طبعا بدأت ان نعمل اه الحاجب شعيرات تمام عشان طبعا احنا عارفين الحاجب بيكون كله عبارة عن شعر بيكون جاي في الاول كده تمام وبعد دي كده نيجي يعني نجيبه من الناحية التانية تمام انها محدش يمسك الالم ويفضل يلون في الحاجب يعني مش هيدين اي وقع يعني هتبوز الدنيا خالص تمام لقوا بيكون عبارة عن شعر كده رفيع ويكون اهم حاجة اهم حاجة الالم يكون سنه مابري معنا تمام يمسك معك براية كده وابري بياه طول ما انت القلم حاسيت ان سنه خلاص بقى يعني اتبارة عشان خاطر يطلع معنا سنه رفيع يدينا وقعية اكتر بعد كده جبت الودانة ودمكت شوية عشان برضو يدينا وقعية جيت بقى بالقلم اللي هو هتلى تو بي تمام التو بي دوت انت هتقول له هو ازرق كده اللي اقولوك هو ستيتلر تمام بس مش مو يعني لو مش موجود ستيتلر مش معنا كده مش موجود ستيتلر ما نستخدمش لا اي قلم موجود وم اي ماركة تمام انا جبت علبة اللي اقلام اللي كانت في اول فيديو فاكرين فيديو الادوات اللي كنت عاملها اول فيديو نزل على القناة كان معي العلبة ديت كان فيها طمشر قلم رصاص طبعا كلهم درجات مختلفة اللي هو اللي يبتدي من F لحد 8B فانا جبت هنا قلم 6B وبدأت برضو عشان خاطر نعمل بي تصليل بشرة ويكون درجة تقيلة شوية وعمل بررموش كمان الرموش ومشي بنعملها بشرة لأغلبية الناس يكون عندها مشكلة في الرموش الرموش انا امسك العلم بيرض قطعه وفيديو من خلف من ايدي تكون خفيفة جدا درجة امسك العلم من جوه ويخرج من خلف من خلف من خلف من خلف من خلف المشوى اخطفوا كده يعني بتكون ايدي خفيفة جدا ويكون طبعا سدن الالم مبري تمام ولو عايزين فيديو عن الرموش هعمل لكم تمام ما فيش اي مشكلة جيت بقى حددته هنا من من تحت عشان خاطر هبتدي نعمل الرموش اللي تحت كمان وخلي بالكم ان الرموش اللي فوق بتكون اطول من الرموش اللي تحت تمام والرموش برضو بتكون من الاخر كده من على اتكو الشمال قص اليمين اسفة بتكون اه طويلة ماشي بتيجي عند نهاية العين بتكون طويلة وعند بداية العين من عند الانف كده بتكون صغيرة تمام عشان بس يكونوا واغدين بالكم معايا اسفة جدا جيت هنا برضو من تحت في الرموش بعمل من جوه واطلع لبرا من جوه واطلع لبرا تمام جيت هنا حاوسياتي اني زودتها قوي هنا فمسحتها تمام طبعا بنعمل اليها الكونات دمعية بخط كده عند بداية العين وطبعا البياضي مش بيتسببه بيضلق احنا بندمج يعني بناخد الودانة كده ونروح دمجين شوية كده من عند البياض من يمين والشمال جبت هنا بقى القلم اللي هو ال HB او 2H زي ما معاكم عادي وعملت التكنيكات اللي هو تكنيك الدوائل برضو في البشرة يا جماعة اي تكنيك انا بستعمل تكنيك الدوائل بصراحة احسن تكنيك في الدنيا في الرسم عشان يطلع لنا الحاجة مصبوطة تمام عملت بقى هنا تكنيك الدوائل علشان خاطر اعمل بي البشرة تمام طبعا كل ما غمقنا يا جماعة كل ما الدنيا زبطت معانا اكتر تمام بس يعني ما نغماش اللي هو برضو باعتدال يعني كل ما الحاجة كانت اوبر كل ما كان وحش لا احنا يعني بالراح تمام وبردو بتديت ان اعمل تزلي شوية كده في فوق الحاجة عشان خاطر ما يبقاش ونفايدك كده الواحد والقاب يكون معا بعد كده بقى بعد ما عملنا التزليل دوت انا اجيب ودينا برضو تمام وادمج بيها الرصاص اللي انا عملت ده تمام عشان خاطر يديني وكعيه لا بتلاحظوا ان ماسكل ودنا مش من قدام اوي ولا من وراء اوي من نص تمام وطبعا انا كنت اعمل بالراحة جدا لكن عشان خاطر مسرع الفيديو فبينلكم ان انا بعمل بسرع فمحدش اعمل بسرع لا بالراحة خالص تمام وطبعا محدش تعمل ايده تمام هتبقع زي ما حصل معي قبل كده لا احنا بعود قطن او منديل بلاش منديل هو احسن حاجة عود القطن يا جماعة تمام هنا بقى انا المفروض يعني مش عارفة ليه ختمت الفيديو لكن اللي هو الا انا بقى بعد كده عملت ايه عملت اللي هو عملت مربع تمام بالمصدرع عادي جدا وبعد كده رحت عملت ازليل تاني يعني هقولكو دلوقت المهم انا جبت مصدر يا جماعة وبعد كده حددت كده شكل مربع وبعد كده رحت جايبها الام رصاص الام رصاص اتشي بي وبعد كده زللت تمام سيت بصراحة ان هو هتدينا واقعية اكتر احسن من انا اسبها كده لوحدها فعشان كده انا حددتها تمام وبس كده يا ربكم اسمة النهاردة عجبتكم وما تنسوش طبعا اللي هيكوشير وسبسكرايب وكومنت طبعا اللي بيسعيدني جدا وبس كده لو عايزين اي رسمة تانية اكتبول في الكومنتات وقرايب جدا جدا هعملكم رسمة بورتري كامل بس طبعا بعد ما يتعلم ازاي نرسم الفم والازن والانف والازن والفم والشعر وبعد كده نبقى بقى نعرف ازاي نرسم بورتري كامل تمام بس كده فيديو النهاردة خلص يا متنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ومع السلامة